مجاز لأهم وآخر الأنباء منا تفضل يا مني شكرا ليكي باسانت التسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتعليز التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ودعم جهود استعادة لاستقرار بالشرق الأوسط جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز حيث أوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء الشهدت تباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية من جانبه نقل بيرنز للرئيس السيسي تحيات رئيس بايدن وتأكداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية قال الرئيس السيسي أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة مرحلة صعبة من التقلبات السياسية والاقتصادية وخلال كلمته في احتفال الشرطة بعيدها الواحد والسبعين شدد الرئيس السيسي على أن المصريين رفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى مؤكدا أن بناء الدول لا سبيل له دون الحفاظ على الأمن القومي كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تعمل في كل القطاعات لأن كل الملفات كانت تحتاج لمواجهات حقيقية وأضاف أن تطورات المشهد الدولي مثل أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية انعكست على العالم كله أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على الوقوف على سير العمل بمشروعات مجال الكهرباء باعتباره قطاعا حيويا يرتبط بمسارة التنمية وخلال اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر لاستعراض عدد من ملفات الوزراء اطلع مدبولي على آخر التطورات في مشروعات انتاج الهايدروجين الأخضر وكذلك سير العمل بمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء قدم نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني كيريليو تيمونشيكوني استقالته إلى رئيس فولاديمير زيلنسكي كان زيلنسكي قد صرح في وقت سابق بأنه قد تم اتخاذ قرارات بالشأن إدخال تغييرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم على مختلف المستويات وكذلك في منظومة إنفاذ القانون وتعهد الرئيس الأوكراني بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من الوقاع المتعلقة بتلقي رشاوة وممارسات مجبوهة ونحن نرى كيفية سلسلة أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اطلاع كامل بتحقيقات وزارة العدل في قضية الوثائق كما أكد البيت الأبيض أن تفتيش منزل رئيس بايدن تم طوعية وبطلب من محامي مشيرا إلى أن الرئيس بايدن شدد على أهمية بقاء التحقيقات في قضية الوثائق المستقلة لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر في حادث إطلاق نار شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية يأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل عشرة أشخاص داخل ملهاب القرب من لوس أنجلس خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية قبل أن ينتحج قال المدعي العام الألماني أن الادعاء وجه تهم الخيانة العظمى لخمسة أشخاص ينتمون لجماعة إرهابية خططوا الاختطاف وزير الصحة وكانوا مستعدين للسفك الدماء من أجل القيام بانقلاب وقال للدعاء في بيان إن الجماعة التي تشكلت في منتصف يناير 2022 حددت لنفسها هدفا يتمثل في تهيئة ظروف مشابهة للحرب الأهلية وذلك عن طريق العنف على أمل الإطاحة بالحكومة والديمقراطية البرلمانية أطلقت منظمة الصحة العالمية نداء لجمع مليارين وخمسمائة مليون دولار هذا العام للاستجابة لعدد غير مسبوق من حالات الطوارئ الصحية التي تحدث في الوقت نفسه في العالم وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن المنظمة تستجيب حاليا لأربع وخمسين أزمة صحية في العالم صنفت إحدى عشر منها على أعلى مستوى من الطوارئ الصحية مما يتطلب استجابة واسعة لطاق وشدد أدهانوم على أن الشبكات الرعاية الصحية أصبحت ضعيفة وهشة بعد ثلاثة أعوام من تفشي كورونا ووصول موجة من وباء الكوليرا والحصبة لعدد من الدول وختاما يلتقي غدا الأربعاء منتخب مصر للرجال كرة اليد مع نظيره السويدي في دور ربع نهائي ببطولة العالم المقامة ببولندا والسويد والتي تستمر حتى يوم التاسع والعشرين من يناير الجل جاءت مواجهة الفرعينة للسويد في ضل سعود منتخبنا الوطني كثاني للمجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 ل25 بآخر مواجهته في الدور الرئيسي في بطولة العالم نهاية مجاز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل